اشتركوا في القناة بطريقة حضرية وراقية الجوزاء اذا اسلوبك المتبع مع الحبيب غير مجدى عليك تبدله سريعا الى اسلوب افضل اليوم من بين الايام اللي فعلا بتدرس العلاقة العاطفية وبتحاول تصلح فيها مرامي كتير سرطان اجمل شي بهنهار انك انسان ايجابي قادر انك تعطي الضحكة او اذا مش الضحكة الابتسامة وقادر انك تكون متفائل كل نهار رغم كل سودوية الامور فبرافو عليك الاسد يعلن عن انفصال معين يمكن ترك شغل بدروح على شغل تاني او يمكن عم بفكر يكون فيه انفصال مع الحبيب او انفصال عن افكار كانت عم بتضيقوا بالقونة الاخيرة ولكن نصحتنا لك دروس الامور بكل روية قبل ما تقوم باي خطوة العزراء كتير اليوم بيبدد الهواجس مهضوم كتير واسوبولين بالتعاطي وبالعمل هو الدينامو يلي قادر يقلب المعدلات رأسا على العقب فنحنا منرفع لك القبعة ومنقلك برافو عليك الميزان يسعى يسعى الى ايجاد طريق جديد للعمل هلا هو عم بيحاول برافو انك عم بتحاول مش قاعد محلك ولكن ما حدا بيعرف اذا المضامين كانت ايجابية او سلبية ولكن بيكفيك شرف المحاولة العقرب ما كتير اليوم تزيدة على الحبيب يعني غير انه هو مضايق نفسيا وعنده كذا شغلي انت بتصير تزيد عليه تزيد عليه ولما بيصير فيه انفجار كبير بتصير تقول ليه وصلنا لهون اليوم بدك تدرس مواقفك بدك تدرس الامور بطريقة دقيقة ولسيما تصرفيتك مع الحبيب القوس هيك مثل كانه فارض حاله على الكل اليوم وما بعرف ليه مع انه القوس ما بتصرف هيك مثل كانه عم بيقول يا ناس طلعوا فيي يا ناس شوفوا انا شو قادر اعمل نحنا البدنا نقلك يا انت متميز قلبا وقالبا ومنك بحاجة انك تلفط النظر لالك خاصة اليوم الجدي روتيني كتير هنهار رح يكون بالنسبة للجدي ما في شي جديد يسكى رح يحاول الجدي يدخل شي جديد ولانه يمكن افكار جديدة ولكن قد لا يبرع بذلك يوم روتيني بامتياز ونصل الى الدلو الخلوق يعلي ديما عنده افكار جديدة اليوم بيعطي افكار قد تعتبر غريبة ولكن جديدة وبيفيد من حوله اذا كانوا على صعيد المهنة او ان كانوا داخل العيل الصغيرة واخيرا الى الحوت اليوم الحوت بيأكد انه هو انسان متميز متميز عن غيره بطاقته بحيويته بديناميكيته وضيما بمثابرته لبلوغ الافضل بعد قبراشكن اتناعش بنا نقول هابي بيرزي لكل مولود اليوم مولود اليوم حكيم بيعطي بده ينقي الامور بدقة متناهية انسان بتأسره المناظر الخليبة من ايجابياته عاطفة من سلبياته بيستعال بسرعة وهالسنة سنة الامور المستجدة تحييتنا لكل موليد اليوم اما الاسم اليوم بدنا نحكي شوي عن نديم تحييته لكل الشباب اللي بيحملوها الاسم نديم يعود الى اصول عربية وبيعني من تأسف او تاب نديم راقي بتصرفيته عنده لكل حادث حديث بيحتاج ديما للتغلب على زيته يهوى السفر والعلاقات الاجتماعية والتنقل من مكان الى اخر يهوى الطبيعة بيحب المغامرات بدخله ديما في ثورة متأججة نديم واضح صريح حنون زكي وعنده افاق كبيرة بالتحليل والتفكير تحيينا لكل نديم هذا كل شي اصدقائنا المشاهدين الى اللقاء